ثلاث مواضيع مهمة يعني كل واحد أهم الثاني رح نحكي فيهم اليوم الأول هو عبارة عن احتجاجات زيادة الصخط والاحتقان في مناطق شمال شرق سوريا الموضوع الثاني زيارة وزير خارجية فيصل المقداد لطهران ودلالات هذه الزيارة في ظل تطور العلاقات أو التطورات على العلاقات السورية الإيرانية في الأسبوع الأخير والأمر الثالث هو مجموعة من الأخبار والبرامج على وسائل الإعلام الرسمية نستنتج منها بأنه أزمة الطاقة في سوريا مستمرة أزمة خاصة المشتقات النفطية البنزين والماظوط مستمرة وهي ستتصاعد وسيواجه السوريين طبعا هذا الكلام كان واضح من خلال أحد البرامج رح نشوفه سوى شتاء بارد للغاية إذن مرحبا أهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم التانين ستة كانون الأول عام 2021 بالنسبة للاحتجاجات اللي عبتصير بشمال شرق سوريا ناخد مثلا خبرين من الأخبار هنا أخبار متتالية أو متواترة صارت أريبا كل يوم فيه الخبر بيقول احتجاجات بدير الزور تنديدا بالوضع المعيشي وممارسات قصد المتكررة إذن خرجت مظاهرات بمناطق متفرقة من محافظة دير الزور واقعة تحت سيطات قوات سوريا الديمقراطية احتجاجا على الوضع المعيشي والممارسات التي تقوم بها قصد من اعتداءات واعتقالات الخبر الثاني يعني صار فيه بشكل آخر لهذه الاحتجاجات هو يعني موضوع جديد ولافت بأنه بمدينة الدرباسية بريف الحسكة تم توزيع منشورات ضد وجود قصد هذه المنشورات بتقول بعبارة واحدة باللغة الكردية والعربية أنه حان وقت المحاسبة طبعا لا شك الناس بشمال شرق سوريا مثل كل المناطق مثل ما قالنا كل السوريين عبيعانوا في هوامش بسيطة ولكن كلهم عبيعانوا من الفقر من الجوع من البرد إلى آخره من نقص المواد بكل الاتجاهات الغذائية مشتقات النفضية الغاز إلى آخره فإذن عبيعانوا وكتير طبيعي ومنطقي أنه يطلعوا يتظهروا ويحتجوا إذا أتيح لهم ذلك وبالتالي من يومين كنا حكينا أنه في اقتباس من رواية راجعناها مع بعض لأقاثا كريستي في اقتباس بيقول أنه إشعال النار في الحطب أسهل بكتير من إشعاله في الأرض الخضراء والأعواد اللينة وهذا حقيقي نحن ما بدنا نقول أنه في حدا بيحرد لا شك أنه كل الناس عندها مو بس رغبة رغبة مكبوتة وأنه طبعا تأخروا بيخافوا من الظروف الأمنية لو بمفتح المجال للسوريين كانوا ناموا بالشوارع 3-4 شهور يعني بدون ما يرجعوا على بيوتهم ولكن يعني ممكن أن يكون هناك طرف يستسمر في هذه الاعتجاجات بشكل أو بآخر ليشكل ضغوط إضافية على قوات سوريا الديمقراطية لتفكيك بعض الملفات المتشابكة والمصارع المتشابكة اليوم في كتير يطلب من قوات سوريا الديمقراطية من كل الأطراف من الأمريكان من النظام السوري من تركيا فإذن ممكن أيضا أن تكون هذه الاحتجاجات المحقة والحقيقية والناتجة عن عوز ويعني حالة صعبة للغاية أن يستثمر بها طرف من الأطراف لزيادة الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وطبعا هذا الموضوع أكتر شيء يعني ممكن رجح أنه فيه هيك سيناريو من خلال توزيع المنشورات بمدينة الدرباسية مثل ما حكينا وممكن يكون يعني على فكرة من أحزاب يعني كردية منافسة على سبيل المثال ولكن هناك يد برأيي تحاول أن تستثمر في غضب الناس ويعني حالة الاحتقال الموجودة عندهم الموضوع الثاني اللي بدنا نحكي فيه اليوم هو موضوع علاقات سوريا الإيرانية زيارة فيصل مقداد وزير الخارجية إلى طهران وهذا أجى بعد يعني سلسلة من التطورات شفنا بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق صار في انتفاضة إيرانية في دمشق وفود زارة دمشق اقتصادية إلى طابع اقتصادي ووقعت اتفاقيات وعملة اجتماعات بغرفة الصناعة وزارة الاقتصاد فتحوا مركز تجاري إيراني في دمشق وأعلنوا عن إقامة بنك إيراني سوري مشترك معرض للمنتجات الإيرانية فإذا هناك وكانهم يقولوا هذه دمشق لنا ونحن أصحاب القرار فيها هي كانت الرسالة شفنا في تجهيل سابق يوم السبت كيف أن محلل يعني مرتبط بحزب الله تجرأ على النظام السوري ووصف بناقص الشجاعة وبأن عليه أن يتمثل بحسن نصر الله في الرد على إسرائيل والاعتداءات الإسرائيلية بقصف بالمثل لا هداف في أجولان بالنسبة للتصريح الأخير ممكن الواحد يقول هذا يعني هو رأي شخصي أو تجاوز شخصي من هذا المحلل على الموقف الإيراني أو موقف حزب الله من النظام السوري ولكن لما بيتكرر نفس السؤال من قبل مراسل العالم في المؤتمر الصحفي بحضور وزير الخارجية الإيراني بنفس السياقة تم توجيه الكلام إلى فيصل مقداد بيكون موضوع مؤكد أنه فيه سياسي عامة لإيران بهذا الخصوص أنا أقول لك الرد الرد يحتاج إلى بعض الشجاعة بنفس الشجاعة التي قام بها السيد حسن نصر الله بجلب مواد الطاقة من خارج لبنان عبر البحر الأحمر إلى البحر المتوسط نفس هذه الشجاعة مطلوبة لكسر هيبة العدو الإسرائيلي وأقول أنا دائما أي عمل تقوم به سوريا وخاصة في الجولان وضربها لقواعد القواعد الإسرائيلية الموجودة لا أحد في العالم يستطيع أن يتدفس بكلمة واحدة ضد سوريا لأن هذه الأرض سورية ومعترف فيها سوريا دوليا ولا أحدهم لحق بذلك الملف السوري تحدثت أيضا أو تم الحديث أيضا عن موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا سعادة الوزير ألا تعتقد أنه إذا كان هناك رد سوري قوي على هذه الاعتداءات من الممكن أن يلجم هذه الاعتداءات ويوقفها إذن إيران تحاول أن تعرقل السيناريو الذي يقول بالتهدئة يقول بإعادة سوريا إلى العلاقات العربية إعادة ترتيب الأمور واستعادة سوريا لعافيتها وتدفع باتجاه التوتر والتصادم لأن أي صدام عسكري سوري هي تلوح بهذا الموضوع حاليا ولكن أي صدام هو يعني ابتعاد الصف العربي عن سوريا مع الأسف هذا الذي يحصل مثل ما صار باللبنان وحرب عام تموز 2006 فإذن تدفع إيران بعكس ما يتم الترتيب له وأعلن عنه من قبل النظام السوري والإمارات أو بعض الدول العربية وأنا يعني ممكن أن أقول بأن موضوع الأجواء الإيجابية التي سادت بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق اليوم انتهت تماما من خلال التدخل الإيراني الفج والواضح والصريح وعلو صوت إيران على صوت النظام في هذا الخصوص هل موضوع الوفد الإماراتي والوفد الإيراني في طهران كمان ما نبريء وكأن إيران تقول أوكي يمكن إعادة ترتيب العلاقات بين سوريا وباقي الدول العربية ولكن الموضوع عليه أن يمر من خلالي أنا خطأ أن تزولوا دمشق ولا يمكن أن يحدث هذا في دمشق إذا أردتم أن تعيدوا العلاقات فدمشق اليوم هي تابعة لنا وعليكم أن ترتبوا العلاقات معها في طهران هذه هي الرسالة موضوع التالي اللي بدنا نحكي فيه هو شعرة لمباط الرصد الحمرى عنها انذار لأزمة أو تأزيم أزمة موجودة أساسا هي أزمة المشتقات النفطية البنزين والمازوط عدة أخبار وبرنامجين تلفزيونيين بشكل متتابع يعني الأحد يوم السبت والأحد لقاءات مع مسؤولين من وزارة النفط حول أنه أنه تكلفة فاتورة النفط عليهم صارت كبيرة كتير دور التالي كل هذه الأسباب أدت إلى زيادة الطلب على الطاقة وبالتالي زيادة الطلب على المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل فيضن أول جنوني بحيث أنه وصل سعر البرميل إلى حوالي 86 دولار سحب ذلك تجاوز أسعار النفط 86 دولارا للبرميل إذن 86 دولار سعر البرميل الواحد أيضا مما قيل بأن سوريا تنتج 120 ألف برميل فقط يصل إلى مصافي التكرير 20 ألف برميل والباقي بتسرق وقسط قوات سوريا الديمقراطية هذه الكمية جدا أليلة معظم احتياجات سوريا اليوم يتم تأمينها من خلال الاستيراد بشروط صعبة لأن في حصار على سوريا إذن الحكومة السورية يعني هيك بالمشرمحي لا يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين لليوم هن موزعين طبعا كل عيلة كل الشتوية سبيل المثال لليوم بحسب المسؤول يلي طلع باللقاء قال أنه وزعوا 50 لتر فقط لـ 50% من المستحقين يعني مو للكل فإذن ما رح ياخدوا السوريين هذا بالمختصر 200 لتر ليش ما رح ياخدوا لأن الحقيقة لازم يختاروا بين أمرين المازوت مثلا وليه أكثر المادة هناك أولويات في التوزيع يعني مثلا الأفران توزع لها 100% لا يوجد أي نقص نهائيا لا يوجد فرن في سوريا متوقف أو يتوقف بسبب نقص المازوت هذا قولا واحدا أن المشافي كمان لها الأولوية القطاع العام له الأولوية فالأولويات كلها منفذة بشكل 100% في عندنا مثلا القطاعات الأخرى شتاء كمان أولوية بالنسبة للمواطنين قطاعات أخرى أولوية أكثر من التدفئة يعني أنا الأفران ما بعقولي أنا فرن يكون متوقف بسبب نقص في مادة المازون بالنسبة للتدفئة التدفئة هل أفهم منك أنه نحن في هذه المرحلة بنوع من المفاضلة بين الأهم يعني أو موضوع الاختيار الأهم إذن لازم نختار بين البرد والجوع ما ممكن الدولة تأمن مشتقات نفطية لحتى ناكل ونتدفى فإذن نحن اختاروا عنا أنه يمنون لنا لقمة الخبز أو لقمة العيش وبدنا ندبر حالنا مع الأسف بموضوع البرد طبعا أيضا كان في لقاءات وحديث حولها موضوع البنزين وتأخر الرسائل أيضا أتوقع أن يكون هناك أزمة يعني على التوازي في موضوع البنزين كما في كل المواد يعني هذا الموضوع حكينا فيه موضوع رفع الدعم كله بيجي بهذا الإطار رح يأزموا الأمور ويخلوا الناس تعجز أكتر وأكتر من الحصول على المواد المدعومة إذانا برفع الأسعار لأن هني أشاروا أنه عبيخسروا كتير يعني هي آخر شي بدي حكي بيها القصة أنه والله الماظوط مثلا عبيتكلفته عليهم 2500 ليرة بينما عبيبيعوه 1700 ليرة وأنه هيك ما بتوفي مرة هذا كل شي بدي حكيه بشكل أساسي اللي بدي شوف أخبار أكتر مثل عادة يزور موقع سيريا نيوز أو يتابعنا عبر وسائل تواصل اجتماعي المرتبطة فيه رح أطلكم رابط تيليجرام مثل عادة بصندوق الوصف شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء